حالات إصابة متزايدة بداء السل تم تسجيلها في أوساط الأفارق المقيمين في الجزائر بطريقة غير شرعية حسب مراسلة صادرة عن ولاية الجزائر حيث تم تسجيل حالات يشتبه في إصابتها بالسل في مستشفى بمنطقة الأربعاء في الجهة الجنوبية للعاصمة مؤكدة في ذات السياق رفض المصابين التحويل نحو المؤسسات الاستشفائية من أجل الخضوع للعلاج معلوم أن الأفارقة غير النظاميين لهم احتكاك مباشر مع باقي أفراد المجتمع من خلال عملهم في ورشات بناء أو غيرها أو من خلال التسول الأمر الذي بإمكانه توسيع دائرة العدوى ما دفع الجهات الوصية تعزيز جهاز اليقظة والإندار المبكر والتكفل الطبي بالإصابات على مستوى المؤسسات الصحية الدولة ووزارة الصحة ومديرية الصحة كل مديرية الصحة أكيد أنهم يخضوا بعين الاعتبار هذا والطريقة للمكافحة مرد السل في الجزائر نكرر ونقول معروفة إن شاء الله يكون الأمر بسيط ونتحكم في هذا الوضع في أقرب الأجال أما الإخوة الأجانب اللي هم مرفضين كانت طرق اللي استعملناها مع الجزائريين حينما كان مرد السل يعني بأرقام كثيرة لو إذا كانت طر الأمر نستعملها مع الأفارقة ستستعمل 18 ألف إصابة بداء السل أحصتها الجزائر خلال العام الماضي تسعى جهدة للقضاء عليه من خلال توعية المواطن بآثاره على الصحة والمجتمع والاقتصاد وتكثيف حمالة التلقيح